المهم عندما حاورت إيدي كوهين طلعت بعض الأصوات النشاث تتحدث وتخول وكذا وهذه بعض الأصوات أعرفها شخصيا وأعرف ماضيها وأمتلك عليها ما يندله الجبيل لذلك أنا أتجاهلهم ولا أعطيهم أي قيمة وأستطيع أن أبهدلهم بمعنى الكلمة بما أملك من دليل فهم لا يعرفون مع من تعاملوا من قبل ولكن لا أعطيهم أكثر من حجمهم لكن عندما يأتي اليوم ويقول النظام الجزائري بأن فلان يقوم بمهمة لصالحنا أو يعطيه منصب معين ومسؤولية معينة أو يقربه من الدوائر ويصير يتحدث ويتصرك بصفة رسمية باسم الدولة حينها ستسمعون ما يندله الجبيل أما ما داموا إما مجرد ناس يعرضون في خدماتهم ويزايدون في الوطنية لعلهم يتقربون من دوائر النظام التي بالأمس فقط هم ينتقدونها ويتهجمون عليها فبينهم من قال الكثير في شنجريحة وفي غيره وفي غيره وفي غيره والآن يطبل ويزمر إلى هؤلاء على أساس أن أنور مالك راه يقوم بأجندة مخزينية من أي أجندة مخزينية أقوم بها يا هؤلاء عندما طربت الجزائر أظهر لنا الدليل عندما قلت بأن الحرب في المنطقة هي ستكون دمار إذا كان الشعب الجزائري يعاني الأمرين من فقر ومزيرية ودينار متدهور وقيمة الجزائر في المحافل الدولية سيئة وأنتم تتوجهون إلى حرب ضد المغرب ففي هذه الحالة أنتم ستضرون الجزائر عندما تقولون بأن المغرب يحتمي بدولة إسرائيل أتدرون هذه دولة إسرائيل لم أقلها أنا لناس اللي خونوا فيها في حواري مع إيدي كوهين هل قالها العمامرة؟ العمامرة هو الذي قال هذا الكلام ولست أنا لم ينرسوا موجودة من أجهد شيء ما أقدرون هم يتسطروا وراء دولة أخرى دولة أخرى دولة أخرى دولة أخرى اللي عندها حساب مع الجزائر وهي؟ هي معروفة الرباط ذهبت بعيدا بعيدا في تهجمها على الجزائر وفي تآمرها على الجزائر سواء من خلال استعمال عدد من الأفراد والجماعات التي وصفت بحق في الجزائر على أنها إرهابية وعملت المغرب بأساليب ما يسمى بحروب الجيل الرابع على ضرب استقرار الجزائر من الداخل كما وصلت الدولة المغربية إلى الاستقوى والاستنجاد بدولة إسرائيل يا دولة إسرائيل يا دولة إسرائيل يا دولة إسرائيل يعني عندما نجيب واحد أنا أعرف خطابه أعرف فكره أعرف تصوراته وهو إيدي كهين أعرفه جيدا وأعرف كيف يفكر وأعرف ماذا سيقول عندما أتيت به وحاورت ليست هنا وكناك فرق ما بين الحوار والمناظرة أنا هنا جبت وأسأل أن الجزائريين أخذوا الأمر بعيدا عن التخويل وسمعوا الكلامه فيه ما يدين المغرب فيه ما يؤكد صحة ما قاله النظام حول استعانة المغرب بإسرائيل وتعويل المغرب على إسرائيل جاء على لسانه نحن مستعدين نعطهم السلاح مستعدين نقدم لهم كل شيء مستعدين ندافع معهم وكذا مستعدين نخدموهم معناها أنهم مستعدين يدينونه كل شيء في العالم وهذا يؤكد ما قاله تبون العمامرة ولكن البعض أوجدها فرصة فقط كأنني أنا معارض للنظام ويريدون تخويل أن يعارضون النظام أبدا أنا لست معارض ولست موالي أنا آتي كمحلل سياسي كأتحدث بمنطق إعلامي أي شيء أريد أتحدث فيه الجزائريون يتبادلون وينشرون تغريدات إيدي كوهيل في صفحاتهم وكذا وكذا قلت نعم خلي نجيب إيدي كوهيل ويسمعوه الجزائريين ويحاوروا جزائري حتى يسمع هذه الحقيقة أنتم تقولوا بأن المغرب راه محتمي بإسرائيل ما تقدموا حتى دليل وما تقدموا حتى بينا وما تقدموا حتى إثبتات تريدون أنكم فقط لأن وزير خارجية إسرائيل جاءوا قال كلام حول إيران رغم أن الكلام اللي قالوا صدق فيه وهو كذوب أن حقيقة أن إيران راه ترقد فيه فراش واحد مع الجزائريين كنظام طبعا ولا أتكلم عن الشعب لكن كيجبنا خلي تسمعوه اسمعوا مباشرة في إطار واحد جزائري جاب لكم واحد تحاور لا تطبيع كذا تطبيع الإعلامي وما إلى ذلك من هذه الأمور هل أنا مؤسسة رسمية أمثل الدولة الجزائرية هل أنا هنا قلت له أني أتيت وطالبت بأشياء أخرى تتمثل في التطبيع ما الذي تجاوز الجزائر تعترف بإسرائيل تطالب بحل الدولتين في إطار المبادرة العربية أين فكون من هذه العنطريات الفارغة والتي تريد فقط التسويق كأنه نظام قوي كذا أنا قلت لكم أنني أتكلم بمنطق التحليل السياسي عندما أرى ما يفضح المعارضة لن أتأخر لحظة في كشفها وعندما أجد ما يعري النظام لن أتأخر لحظة في كشفي لعم قال لك راه جاو إهان الجزائريين أعطوني إهانة قالها الجزائريين قال أنا نكر هالنظام في رأيكم يجي إيدي كوين ويقول أنا أحب النظام يقول أن الجزائريين يكرهوا اليهود وإسرائيل هل تنتظر منه يقول لا عكس ذلك ما الذي تنتظر منه تنتظر منه أنه يقول هذا الكلام ولكن عندما يقول هذا الكلام لو تدققون جيدا في الحوار ستجدون كيف كيف تمت من خلاله إدانة أطراف الجزائر تريد تدينها ولكنهم للأسف الشديد لا يفكرون إلا بمنطق التخوين ويحركون جيوشهم الإلكترونية فقط أنا لا أمثل المعارضة وأي شيء أقوم به أقوم به باسمي الشخصي وفي إطار عملي الشخصي وفي إطار ما أؤمن به وأرى فيه مصلحة للجزائر إعلاميا فقط لا تهمني معارضة ولا يهمني نظام لست مع الحراك ولا ضد الحراك ولكن عندما أرى الشيء الذي يحدث الآن كل المعطيات تؤكد على أن النظام ظلم الحراك وانقلب عليه وخدع عليه هذا الواقع تبعك وهذا هو التحليل إلى أين يصل إذن المشكلة فيك وليست المشكلة في أنور مالك ولا الحراكيين الذين يطالبون بالتغيير وهذا حقهم ولا يمكن أبدا أن يصادر منهم هذا الحق المهم أن هذا الكلام جبت في سياق قضية المتاجرة بالفلسطين والله ناس أعرفهم فاسدين أخلاقيا على مستواهم الشخصي والله أفسد خلق الله إذا أعطيت مال ما يرجعه لك وإذا آمنت على شيء مستحيل يكون وفي لي هذا عندما يتعاطف مع فلسطين يعني يراه إنسان شريف ويمكن أن يحرر فلسطين والله لن يحرر فلسطين فاسد ولن يحرر فلسطين متاجر ولن يحرر فلسطين إلا ليستحق هذا الشرف الذي ناله من قبل من؟ ناله عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي سمي بالفاروق وهو ثاني الخلفاء الرشدين وناله أيضا صلاح الدين الأيوبي وعودوا إلى تاريخ الأيوبي ستعرفون قيمته الشخصية قبل قيمته العسكرية والقيادية هؤلاء هم الذين يمكن أن يعول عليهم في فلسطين ولكن أن يأتي نظام فاسد يتاجر بالأعراض يسرق في الأموال ينهب في الدولة يجوع في شعبه يحتقر شعبه في رأيك هذا عندما يتحدثني على فلسطين نعول عليه؟ أبدا أبدا ولا يعني هذا أنني أدعو إلى تثبيت مشاعر الجزائريين أيها الجزائريين أنت حر تتعاطف مع من تريد تتعاطف مع قضية هذا الشأنك ولكن أن يكون منطق الجزائريين فيما بينهم هو منطق التخوين خلاص اللي ينتقد النظام خائن لدى اللي ينصر النظام واللي ينصف النظام خائن لدى المعارضة وفي ظل هذا الجو من التخوين يمكن أن تبني دولة والله لن يبنيها نظام يخون غيره ولن تبنيها معارضة تتعامل أيضا بمنطق التخوين تتعامل أيضا بمنطق야지 اتدأس شكرا